بمساندة من طيران الجيش تواصل القوات الأمنية في الأنبار عملياتها في مناطق حوض الثرثار من فلول عناصر تنظيم داعش حيث تمكنت القوات من تطهير عدة قرى منها أم الدبس وأم الجمل وتدمير أربع مظافات لتنظيم داعش وتفجير 12 عبوة ناسفة ويؤكد قادة القطاعات المقاتلة أن العملية تستمر حتى تطهير جميع القرى وتأمينها مشيرين إلى أن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن لم تؤثر على سير العملية تم تطهير المناطق من فلول بقايا داعش الأرهابي كل من أم دبس وأم جمل أم المد قرية المناخ وقرية الشطاحية وكذلك قرية محمد البتال وعبوة درجة تدمير وتفجير من قبل كتاب الهندسة من تمثل بكتيبة هندسة ميدان قيادتنا 12 عبوة ناسفة أيضا خلال العملية كان محور ما ننتمثل بمحور الشمالي الشمالي الذي نطلق من منطقة السكرانات في عمق الصحراء حوض الثرثار ويشارك في العملية قوات من الحجد الشعبي والعشائري كقوات إسناد لتعقب مسلح داعش في مناطق حوض الثرثار وصولا إلى محافظة صلاح الدين قتل خمسة داعش الإرهابي واستولينا على خنادق مالتهم وعجلات اللي حرقناها إلى هم الثنين العملية الاستباقية على ضوء معلومات استخبارية دقيقة ومصادر وبإسناد من طيران جيش عمل ضرب أهداف استباقية لعلاصر داعش الإرهابية والاستلاء على أكثر الأسلحة والمعدات مراقبون بيّنوا أن تحركات داعش ستتصاعد وطيرتها خلال الفترة المقبلة سيما بعد الحراك السياسي للحكومة الاتحادية مع دول إقليمية داعمة لأمن البلاد مما يتوجب تكثيف القوات عملياتها الاستباقية بضرب أوكار داعش لتأمين المحافظات الغربية العراق الآن بدأ بحراك سياسي لا سيما مع المحيط العربي فتنظيم داعش يحاول أن يقطع الطريق على الحكومة العراقية لمنع عادة الأمن والاستقرار لا سيما في محافظة الأنبار المطلوب من الأجهزة الأمنية بالقيام بعمليات استباقية وتكثيف من الجهد الاستخباري في سبيل أن يكون هناك تحقيق أمن واستقرار بما يحقق بيئة آمنة لجذب الأمن والاستثمار إلى ربوع محافظة الأنبار من الأنبار عمر العبيدي الحرة